موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم قهوة وجرنان الصحفة الوطنية اليوم اتفقت سياسيا أن المشهد السياسي لحد الساعة ولحد الآن هو مشهد غامض النهار كتبت بداية موسم قلب الفيستال جزير نيوز كتبت 48 ساعة من الجنون السياسي المهم والأهم في كل هذه الأخبار أنه لحد الآن لا يزال المشهد السياسي غامض قبل 14 من رئاسية 2014 فيما عاد هذا حركة حزبية في سلك القضاة ووكلاء الجمهورية روراوة يحضر لتنحية حللوزيج حسب أحد الجرائد وندل في حل بلا كياس وارتفاع المفاجئ في أسعار مشتقاته هذه الأخبار وغيرها مفصلة في معرض الصحافة أهلا بكم مشاهدين في معرض الصحافة الوطنية الجزائرية اليوم الاثنين السادس من جنفيا الذي نستهله بجريدة النهار النهار كتبت بداية موسم قلب الفيستا الشيخ فركوس من يحتفل بالمولد فهو شيعي جاء المقال في مجموعة تصريحات لرؤساء الأحزاب في ظل عدم تأكد من ترشح رئيس عبدالعزيز بوتفليقة سعداني لا نبحث عن مرشح آخر لأن بوتفليقة مرشحنا قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن الحزب سيقود في 11 من الشهر الجاري تجمعا كبيرا يضم مجموعة من الأطياف لمطالبة الرئيس بوتفليقة بضرورة الترشح لرئاسيات 2014 وأن على جماعة المناوئين أن يتيقنوا أن المتأمرين بأمرهم سينتهون في 2014 بصفة نهائية أبو جرى سلطاني سأترشح باسم حمص في الرئاسيات المقبلة حيث قال رئيس السابق لحركة مجتمع السلم أنه مستعد للترشح للرئاسيات المقبلة إذا رشحه مجلس الشورى الوطني للحزب الذي سينعقد الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن كل قرار تتخذه مؤسسات الحركة وكل أفرادها ملزمون بالعمل به في موضوع آخر قرى وزير العدل حافظ الأختمة طيب لوح بعد موافقة من رئاسة الجمهورية حركة جسئية في سلك القضاة خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن تعيني 336 قاضي جديد وترسيم 532 آخرين في مناصبهم في الوقت الذي استفادت 1113 قاضي استفاد 1113 قاضي من الترقية خلال هذا اللقاء كشف شيخ السلفية في الجزائر شيخ فركوس أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو من بدع الشيعة الرافضة وليس من أخلاق أهل السنة والجماعة في إشارة إلى أن من يحتفل بالمولد يكون قد طبق أمرا من بدع الشيعة إلى جريدة الخبر الخبر كتبت غردايا التعف رورى ويحضر لتنحية حللوزيتش حيث طلب تجار غردايا في بيان أعقب اجتماع مراوت باللوح ضمن أرضية مطالب السلطات من أجل وقف الإضراب المتواصل حسبهم منذ 16 يوم والإفراج عن المعتقلين المتهمين بالمشاركة في الأحداث ومحسبة بعض مسؤولية الشرطة في غردايا على التجاوزات التي وقعت في وقت امتنع فيه أغلب التلميذ والطلبة في الأحياء التي يقيم فيها المصبيون عن الذهاب للمدارس ألغى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد رورى والاجتماع الرصبي الذي كان سيجمعه بالمدرب الوطني وحيد حللوزيتش يوم الخامس من فبريا المقبل بالجزائر من التباحث من أجل التباحث حول إمكانية تمديد البوسني لعقده مع الاتحادية إلى ما بعد مونديال البرازيل من عدمه كون رئيس الاتحادية اتخذ قرارا نهائيا بعدم التفاوض مع حللوزيتش نهائيا حول هذه النقطة الجزائر نيوز كتبت الجزائر نيوز صارت في الثمانية وأربعين ساعة الأخيرة أخبارا مفادها انفتاح شهية عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على الأوزان الثقيلة للرئاسيات بشكل غير مسبوك بعد أن تناولت العديد من العناوين الصحفية خبر تراجع رئيس عبد العزيز بطريقة عن التقدم لنيلي ولاية جديدة على رأس الجمهورية وتناهى للجزائر نيوز عبر مصادر متعددة أن عبد العزيز بالخدم ومولود حمروش دخل بشكل جدي على خط الرئاسيات وبالمقابل شرع بشكل جدي في التحضير للإطاحة بعمار سعداني من على رأسي الأفلان بتكليف عبد الرحمن بالعياط باستدعاء اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للحزب جريدة البلاد البداد كتبت الإعلام والمصري الإرهابيون يحاصرون وزير خارجية مصر نبيل فهمي بالجزائر وكل أنواع سيارات بنصف أسعارها الحقيقة عند الوعد الصادق قالت العديد من وسائل الإعلام المصرية حسب البلاد أن مجموعات إرهابية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين تهدد وزير الخارجية نبيل فهمي الذي وصل اليوم إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية وهذا بعد الانتقادات التي صدرت من قيادات الطيار الإسلامي وخاصة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي اعتبر أن الوزير المصري غير مرحب به في الجزائر معيبا على وزير الخارجية الجزائر المطلع ممرأ استقباله في الجزائر لأنه يمثل الانقلاب العسكري الذي أطاح من خلاله الفريق عبد الفتاح سيسي بالرئيس المصري المنتخب محمد مصري مرسي بات ما يسمى بسوق الريحة الريح المتواجد بصورة الغزلان بالبويرة محجا لآلاف جزائريين من أبناء الولايات الوسطى فقد أكد الكثير ممن قاموا بزيارة هذا السوق الذي يتزعمه الشاب يتعدى 46 مطار للكثير من الأسئلة ومداعات للحيرة كون صاحب هذا السوق يقوم بشراء كل أنواع السيارات الحديثة بأثمان باهظة ومن ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل من سعر شرائها حيث وصل تخفيض سعر إحداها إلى حد الستين مليون سنتيم جريدة المساء المساء كتبت ندرة حليب الأكياس وارتفاع مفاجئ لأسعار مشتقاته حيث يبدو أن ما حدث من تلاعبات في مدة الفرينة المدعمة انتقلت عدوه لمسحوق الحليب الذي عوض استغلاله في إنتاج حليب الأكياس ذي الاستهلاك الواسع المسوق بسعر في متناول الجميع أصبح يوجه لإنتاج الأجبان وغيرها من مشتقات الحليب مما أدى إلى تسجين ندرة في مدة الحليب مثل ما حدث مع مدة الفرينة المدعمة والموجهة لصناعة الخبز حتى لا يرتفع سعره كونه مدة أساسية في مائدة الجزائريين غير أن بعض الخبازين يحولونها عن وجهتها ويستعملونها في صناعة الحلويات في الجرائد النطقة بالفرنسية الإكسبريسيون كتبت حيث ما جرى في تركيا صنع موجات في العالم الإسلامي تبخرت أمال الإسلاميين في الوصول إلى الحكومة أو إلى الرئاسة وذاب حلم مثل الثلج كتبت الإكسبريسيون وقبل ثلاثة شهر على الأقل من الانتخابات الرئاسية قالت أن الحركة لديها فرص قليلة من أجل الظهور في الميدان لسوار دالجيغي كتبت سعداني ليكليبس حيث قالت أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني لم يفقد أمله في ترشح بوتفليقة للأسيات أفريل 2014 رغم أن عدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة بات مؤكدا ليس هذا فقط بل هو عازم على مطالبة الرئيس بالترشح للرئاسيات ودعمهم له من أجل الاستمرارية والاستقرار ونختم بتصريح عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي قال أن الأفلان حسم أمره فيما يخص مرشحه للرئاسيات القادمة والذي سيكون عبد العزيز بوتفليقة كما أن الحزب سيقود في 11 من الشهر الجاري تجمعا كبيرا في القاعة البيضوية بالعاصمة يضم مجموعة من أطياف المجتمع الجزائري لمؤطالبة الرئيس بوتفليقة مباشرة بالترشح لرئاسيات ودعمهم له من أجل الاستمرارية والاستقرار وقال أن الأفلان بهياكله الرسمية والقانونية المنتخبة من طرف اللجنة الشرعية وهي اللجنة المركزية التي تكون قد زكت بالإجماع ترشيح بوتفليقة لعهدتين رابعة إلى هذا نصل إلى ختام معرض الصحافة شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة مشاهدينا يحضر معي اليوم سيد نوردين بن نوار الوزير السابق وعضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني سيد بن نوار مرحبا بكم معنا سباح الخير سيد بن نوار كما تلاحظ كما تشوف كل الصحف تكلمت على حزب جبهة التحرير الوطني ماذا يحدث في الأفلان قبل الرئاسيات ممكن نعرف هكذا سؤال مباشر ماذا يحدث في الأفلان سيد بن نوار شكرا وصباح الخير لكل المتتبعين على الحصة التي اصبحت استقطب كل الرجال السياسيين شوف هذا شيء يدل على أن الأفلان بدأ يسترجع مكانته في الساحة السياسية قبل الرئاسيات والناس بدأت تعرف بالقاطرة تعجبات التحرير انطلقت سمح لي بن نوار أفلان فقد مكانته تقلت بدأ يسترجع مكانته طبعا أزمة آميقة عشناها الوحد ما نتركش شمس بالغربال كانت كاد أن يتفتت جبهة التحرير عام كنا مقسومين وعايشين بالصراعات وبالعنف الآن الحمد لله استرجعنا الهدوء واسترجعنا مكانتنا السياسية وضينا في تطبيق برنامجنا هايك الناس اللي تخوف وتعالى الأمور تمشي عادي في الأفلان الآن أكيد أن نقولك عادي 100% لكن 80% نحن الخط السياسي تعني استرجعناه نشاطنا سياسي اللقاءات اللي راي تصير ويشرف عليها الأمين العام عبر الولايات الجهوية ورانا مقبلين على 11 في الكوبول كيفاش هذا واش تتميه هذا هو استرجع الأفلان لقواعد عبر الوطن أن الحزاب هذه صحف رغم أن نقوله صحف مستقلة ما تحبش تشوف الأفلان كقطرة وحيدة في الساحة السياسية طيب البارح بالأمس هكذا اجتماع مكتب سياسي وصفوه بالاجتماع الطارئ ووصفوه بالاجتماع المفاجئ اجتماع طارئ مفاجئ صح سيد بن نوار لا ما هو مفاجئ ما هو مفاجئ لما يجتمع يقولوا على اجتمع لما يجتمع هو كمثابة تحذير للقاء مهم جدا اسمح لي سيد بن نوار نقول لك نقطة اجتماع طارئ لأنه لم يكن محظر ولم يكن معلن منه قال أسابيع جرات التحذيرات هكذا في أسبوع أو في ساعات أو في أيام فقط شوف احنا في جبهة التحرير لما تكون مستجدات مستجدات أحيانا أن الاجتماع يصير بعد 24 ساعة ما هو طارئ إلى حتى المتتبع يقول باللي طارئ جابوا الناس عفناش تعليق لما يجتمعوا رحل الطوارئ لا 24 ساعة مقبل كان تصال بعض المكتب السياسي وكان اجتماع هادي جدا ولكن للتجنيد لأننا رحنا نمده رسالة قوية للمناظلين أو للمجتمع الجزائي للمجتمع السياسي على مكانة الجبهة في الساحة هذا يوم حداش في لكوب حداش اللقاء الوطني لقاء الوطني هذا ما خلص إليه المكتب السياسي فقط اللقاء الوطني رح يكون تحتاش أهم ما خلص إليه المكتب السياسي خلص وثبتنا على نقطتين اللي متمسكين ما زلنا متمسكين بالترشح رئيس الحزب ومتمسكين بتعديل الدستور هذه قناعتنا ما نقدرش نغير قناعتنا والبيان كان واضح هلو قناعة 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 صحيحة ولا ماشي صحيحة لكن ثابتة ونعتز بأن مواقفنا ثابتة واختيارنا ثابت طيب يعني انتو ما هكذا قلت مواقفنا ثابتة ما كمش حرباء تتلون مواقفهم ثابت أبدا طيب سيد بنوار تكلمت نقطتين مهمين أنه تعديل الدستور وترشيح رئيس الحزب تقصد عبد العزيز بوت في لقا نعم نبدأ بترشيح عبد العزيز بوت في لقا لماذا ترشيح عبد العزيز بوت في لقا شوف لماذا أنا بالعكس لو مرشحوش لتطعلي سؤال كيفاش تخليته على الرئيس وراهي انجازات حتى ونتخلوا عليه احنا كحزب المواطنين ما يتخلوش عليه الانجازات التاعو راهي دارت له حملة مسبقة وقلش الحزب راهي دايرا جبها باش ما يترشحش لأننا عارفين إلا ترشح الشعب ما عندوش اختيار آخر من خلال انجازات التاعو في كل الميادين سيد بنوار نضيف لك نقطة فقط ولا واحد حسب الصحف حسب استطلاعات الرأي لها ولا واحد ضد بوتفليقة والان الناس تقول لك انو الرئيس مريض فقط ما كاش لي يقول لك انا ضد بوتفليقة الشخص يعني بوتفليقة حقق انجازات ما كاش لي نجم ينكرها لكن وضعوا الصحي لا شوف باش نكونوا الامور كاللي جو ضدوك شخص وكاللي قلوا من الانجازات التاعو ولكن هذه ما ما نجحت لهمش الان وضعوا الصحي بينتنا الوضع الصحي هل الرئيس في يوم من الايام تخلى عن مهمة من مهام الدستورية جا مجلس وزراء ما كدش يدير مجلس وزراء جاش العقاد باش يوقع لها قالوا المالية ما كاش وضعوا الصحي يمرض ككل البشر ويبرى ككل البشر هذه انا ما عرفت اللي يبني كل سياسته حزب على مرض الرئيس ولا شفاء الرئيس الرئيس انا قول لي نهار ما يقديش مهام الدستورية ثم نقول لك صح الرئيس ما وش قادر